اشتركوا في القناة فقط في السائرات القديمة وان Stitch من ل содержتركوا في القناة سينترina يا محمد. هذا يا قناة الوحيد. شكرا يا وحيد. معلمات قيمة جدا مشكورة عن مختار الصحة والعمر نديد لكم. شكرا بركة الله فيك يا رحمة وديك يا مرسدس. صلي امي مختار. شكرا هنا سهلا يا شكرا ندير. الله يعطيك كل خير عن مختار. شكرا بركة الله فيك يعطينا ويعطيك إن شاء الله. أرجو لرد بسرعة على ماذا يا منواعات منواعات بي. عم مختار أنا عندي بيجو مئة ربعة متلك محرك يشتغل عندي بزاف مشغل. ما شغلتوش خوالي خمس سنوات كين انشغلت وجهة الميكانسيان فأخلق. دفول لا إله الله. كينو. دي كلا الشان تعاود. ترفولي ليسونس. قال لي ميكانسيان مشكل في الكلاس. نحيتها وربوح شريط واحد مع العلم أن المحرك يشتغل. درجة من مشكلة إنه الكلاس شريطها متين وخمسة كوشي. الصمامات على انتاعي روحت شريط صمامات احد اجداد. انتاعي كلاس متين وخمسة كوشي. انتاعي صغار وديها وديها ديك كبار. خدمتها وحطيتها ولا المحرك ما يتنوضش. مشبوحة بالزيف. قال لي واحد يسو باب يدخلوا الريح بالزيف. اسكو ليسو باب. هذون يشغلوا محرك تاعي. ها رجل الرد. انا آسف على الكتابة طويلة. حظر يا منواعات يوتيب. انا افضل انك تبعتلي فيديو وتشرح لي الموضوع بالضبط. احسن يا منواعات. بارك الله فيك. شكرا يا محمد. اعمر الناربي عام مختار. السلام عليكم. في السيارة الزوجتي. كليو تنزع. امبرياج وتغير دراع السرعة. المستوى الاخر. لكن السيارة لا تستجيب. السرعة ما تتغيرش. وتعمل حس زعمة شنوة المشكل. يرحم والديك. انا بعثوا لي فيديو يا دي كانت. لكذا بعثوا لي فيديو افضل. فيديو نفهم الموضوع بالضبط. خطر هيكة بالسؤال. لأصوات يعني كثيرة وتناجم يكون اي صوت اخر. وانا نعطيك معلمات غلطة. هذا فيديو افضل. السلام عليكم. وصارت لي نفس المشكل. وهو فيلتر الجزوال. تحسس الماء من الخزان. بدلت الفيلتر ورجعت تطفي. نعمل. بارك الله فيك اخي كريم. شكرا يا محمد. السلام عليكم على مختار معكم. عليكم السلام اخوان. نزيل والله عانيت مع السيارة عدة كيت. ومبرياج مرتين واحد اللوك والاخر. هذه في السيارة. وليك سي ترونت. وبقي مشكلة لمبرياج قاسي بزاف بزاف. وفي بيبري. وكنا نسمع صوت في اللبوات. او البروي. والله لم اجد الحل وراني. في معاناة. جزاكم الله اخيرا. مريد الجواب. ابعت لي فيديو هي. طريق. في مثل هذه الحالات المي. ما يعني ما تجرش تتعطيه الجواب صحيح. لان ما عندكش علم حتى بشي بالصوت وين وكيفاش. والاحسن فيديو. دي ما فيديو. كيفات شباب. ممكن طريقة تغيير كرواء لشيان. ودي اسيس. ابعت لي صورة للمحرك او. او فيديو. عندنا عم مختار عندي ميجان. اتنين. واحد فصل خمسة. لسي عندها دخان كثيف في الصباح. كنا وضها. والمحرك يدير صوت. وشن هو هو الحل. ربي خليك. ابعت لي. ابعت لي فيديو فيه الصوت يا. يا امروش. ترك ناحية الكث السلب وقيسه في الطول. تفرغ. تفرغ للموار. اصبر عشر دقائق. وعود. اركب. ونعود. اتنحق. ان شاء الله. مختار عندي سيارة في جوه متين وستة. تستهلك. بزين اكثر من لازم. مع انه محرك واحد واحد. وين يكون المشكل من فضلك. اذا كان فيها دخان اكحل. منعتها مشكل من الصند لامداء. اذا كان ما فيهاش دخان اكحل. يعني. ويعني. الاستهلاك والامر هذه هي لابد من. يعني. او. يعني. او. دياغونستيك للمحرك. او. بالهكة. بالسؤال. ما تقدرش تعطي جوه. او تعبعث لي فيديو. شريحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. عندي سيارة. عندما عندي مشكل في تشغيل المحرك في الصباح. لما يكون بارد يشتغل بشكل عادي. ولما يسخن يتعطل في تشغيل. وفي دوني جزاكم الله خير مع العلم ان المحرك عمره مية واحدة شنلف. ابعث لنا فيديو ورينا المشكل بالضبط يا شريحي. توفيق بن سعيد. جزاك الله خير. شكرا يا توفيق. نحمد. السلام عليكم عام اختار. عليكم السلام ربي يحفظك. عندي سؤال. عندي متين وستة. متين وستة. أس كي جي بي كوبي لرسول ابو دان فول رابيسي. لا. رد بلك. تقصي لرسول ابو دان وللي ما عش عندها حتى مفعوض. فاللي كان نها برويطة. عام اختار عندي دايكو فيس. حبيت نضد له كاسر إلكتروني. تنصحني برك الله فيك. سيارة بولزفاغن غولف برازيليان. إذا كان موجود الدايكو وموجود الواحدة تغير. عادي. لا يوجد شيء مشكلة. الحالة المكونات اللي لازمة تكون موجودة فقط. خذها الكهربائي بحصة ممكن تقصي لرسول ابو ثلاثة. وين يتباع المتاع هذك. هذك شكرا عم اختار. شو هذك. شو هذك. شو هذك. شو هذك. شو هذك. ما قولي شو هذك هذك التباع. شبا. رجار دي فوتر ايقوي. داكسلاراتيون مومون ديفاي. مرحبا عم مختار. مرحبا يا مونوعد. انا عندي بيجو مياربع. جوابتك. جواب. مدلي جميعي نصبر لك الكلاس. سينا نبعث لك الجميع. عم مختار عندي سويفت 2014. عندي مشكل في السيارة. مخنوق ومحركة في صوت. وعلي غير. كل فيلتر. وديسك. ما زال. عندي نفس المشكل. أبعث لي فيديو يا عبد السلام. محمد طنطن باليس. وبروبليم إلكتريك. فريد السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. فريد. أنا السيارة تخرج خطرات ما من العدم. وتنقص شوية ماء. كمية قليلة جدا. وعملت كما قلت. حتى في الفيديو. ما شفتش حتى مفقعات في القربة. بصح كي ندعس على الاكسراتير. وهي حابسة. نشوف مفقعات تخرج من. الطيون. نجيب الماء. من القربة. نحي الطيون من القربة. نشوف الماء يخرج بشكل عادي. هل هذا ريح؟ نعم. هي هي عندك بداية. بداية شوية كلاسة أو بداية كلاسة. إنه ليس يذكر ما نذكر السيارة اتنية. هذا أشكاليتي مع أغلبي المتابعين يبدو يخرج ويدكو وتذكر ما ما النذكر للسيارة الله أعلم شيء. هذه هي بداية عندما عندك نقص ماء ولكن عندما عندك نقص ماء عندك بداية كلاس أو كلاس جرب رجع الكونتير كي يشغل بدونج وشوف مختار سيارتي سيبر سينك السرعة الرابعة لا تعمل بصفة عالة القليل من الارتفاعات نقص السرعة وصعوبة في الصعود كما أن السيارة لا تتعدى خمسة مين كلمات في الساعة من فضلك في أفضل أحوال بنزين وغاز والله يتوش في نجاوبك أنا عندك سيبر سينك أنا ميش معاك خاطرين ليش عليها بلك فيها مطور ضعيف بلك فيها مطور شمعات تمشي تروي سيناندر ولا لا أبعثوا لي فيديوهات في الحاجة ذاتية أبعثوا لي فيديوهات في نجمع عنكم عبد الله السلام عليكم احتاج لقطع غيار بيجو مئتين وسبع دور ممكن تقليل رب يسرك شكرا أعمى أرحم وديك أين غراج متاعك باللهي أنا ما عنيش غراج يا معاك أكيد حساس عطلان من الشكل الكبير في حساس الشكمون لأنه أعراض خبيثة نفس المشكلة في الحركة في الحركة في الحركة صحيحة مختارة كائن ليس يعرفش سكانار كائن واحد في رويبة لذلك يدير سكانار مليح بزيف سيانا مش الموتور سيانا مش الموتور نو انتوندي نادا بيرو نادا بيرو نادا بيرو شكرا شكرا نادا بيرو نادا بيرو مرخوفين وزيت يروح يربط الكلاس شفتوا سؤالك ماذا ندخل مرخوفين والزيت يروح لا يقول لك رب يحفظك شكرا انا عندي مشكلة لكي نصب شتاء نلقى الماء داخل الباب السيارة وراءها المشكلة ديالها كيفاش نفرغها كل باب سيارة هو فيها ثقب من لطا يعني كان تبع حشية الجسرة متع الباب هذيك تبعها بحاجة جبيدة يعني تل ولا حاجة جبيدة تبحها شوية شوية تتجها فيها ثقب كل باب فيه ثقبين امام واحد من الخلف كل باب في السيارة الله يبارك ما شاء الله ربي يبارك فيهم وحفظهم شكرا بارك الله وفيك يا جيدا تنفي اسلاك البواجي صفية المازوت فلتر الهواء والحساس خياس مناطر ديال الهواء اربي امام لازم يكون في الزيرو ماشي في العشرة ناسي مختار محرك كارهو في حالة جيدة فيه مشكلة صغيرة وهو سباب النامس في البسطون ويجب تعديل الكلاء كلاج كذلك توجد تقطخة ضعيفة الصوت وهي تعديل ارقام بصوارات ممكن خاطر صاحبها قال لي انا قاعدة دورجين سيارتي سيبور موتور كيف كيف عندي سينيك بدلت اشتر الموتور وهي كبشة كالفق كالفقر ما عنه كيف كيف الكرهبة ما فيها حتى مشكلة ما عارش هو يحكي ولا سؤال ولا مفهمتش انا ساعت احد يبعث لك يعني سؤال ما تفهموش هترا جواب سؤال لا تعليق نفس المشكلة عندي ديتها الالكتريسياء دار عليها كل لقاها مرقلة كل حاجة في بلسطها والموتور يدور عادي كما كان الله ما فهمتش ما عاش تحكي يا عربي الهلال عاش تحكي اعطينا ما هو المشكل اللي عندك تحياتي لكم جميعا وعفانا الله وإياكم تقولون امين شر الجهر و شر الظلم اخي لم تتشيك جاي عليها لعمك مختار انت عندك خلل في تفكيرك او تخلف ذهني هذه مشكلة يلزمها جهاز كنار اختصر طريق الى الحل وشكرا شكرا يا بس اسكان لكن ماذا بك يعني الالفاظ هذه الغير يعني غير أخلاقية ما نحبها تكون موجودة في الكومنترات لو سمحت يعني التخلف الذهني والواحد هذا يعني انسان يبعد عليها الحالة تريها ارد بالك مرة جاي اراني ان متغشش عليك هو ارفحها الاسكانار و ارفحها الكل مكان و مالجولوش حل حتى انا اشعل بارتناير الفين واربعة هادي خمسة شهور فانتاستيك صار انا عندي ابيزة مازوود تشعل لامبة الزيت عندها وشنو الحل ابعث فيديو يا ازهر السلام عليكم مختار من من هي السيارة الافضل لنسان نافارا ولا تيوتا هليكس مع العلم ان نافارا فيها محرك ونوع ونضح لنا اي هم افضل السيارات الحديثة كلها لا واحد افضل من واحد كلهم زي بعض المهم تكون سيارة جديدة تخذها من الدار اما من برا ارد بالك وكهو خلي بالك لان اللي بيع جالك والشاري نفح عندي نفس المشكلة عندك نفس المشكلة اخراج لهواء من مازوود المحرك غير مستقر خربيق هذا المهم عندك هو المشاهدة فقط حسبي الله ونعم الوكيل الحرام بي شكرا برك الله فيك حسبي الله ونعم الوكيل هذا اكيد ما في شكلة شكرا اه اه انا بما طريق الزيت طريق الزيت سلام عليكم اخي مختار عندي سيارة 406 مشكلة عندها عندما اسير بها في الطريق اشم رائحة المازوود من الامام شكرا شوف ممكن يكون عندك تضيع مازوود ولا حاجة في مكان معين يعني كنت شمه مازوود يعني كيما يكوسك ممكن فما عندك تضيع يعني فما تسرب مازوود في مكان معين ثبت فيه من شبعش من المشاهدة عم مختار شكرا برك الله وفيك سلام عليكم اخي عندي محرك مثله ولا حط اليوم تسرب الزيت من ابيب المحرك مؤدية الى تيربو ارجو ما السبب برغم ان المحرك ما زال قويين على ما يبدو نجب تعطيني معلومات كاملة وتبعث لي فيديو عم اختار الاباس الحمد لله يا علي برك الله وفيك عم اختار انا عندي بومبة فيد راهي يتسرب منها زيت مما نزعتها او غيرتها جوان وبقات زيت ما عرفتش من المشكلة أبعث لي فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله عندي سؤال على فورد ترانزيت من نوع فورد ترانزيت حبيت لنسخصيك انا موتوراتهم مليح موتوراتهم مليح مستعملة الله وعلم انت وحضك موتوراتهم مليح غالي برشا ويمشي كل اطرات الحديثة تمشي مسافات معينة من مئة ثمانية مئتين مئتين وخمسين ويجب ان يتغير كلهم توا قابل للتغيير نقولوا احنا استعملوا ورمي سلام من فورد منتلاتير يتور تجور من فورد ما نجمش نعرف اللي بعث لي فيديو علي السلام عليكم على مختارة عندي سؤال كي نكون ماشي طريق فيها مرتفع ويكون فيها تكتب لي في التابلو بومب انجيكسيون وكذلك عندي زيت تنقص من الموتور السيارة كلية ثلاثة مزود شكرا عندك مشكلة في الموتور بعدما ينقص زيت وعدما فوق انجيكسيون عندك انجيكسيون عندك انجيكسيون وانجيكسيون وانجيكسيون اكتفي بهذا القدر من الأجوبة انشاء الله تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته